من جديد تأجل تصويت كان مقررا اليوم في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار فوري في غزة حتى يوم الاثنين أعده ثمانية من الأعضاء غير الدائمين في المجلس خطوة تأتي بعد استخدام روسيا والصين حق النقضة الفيتو أمس ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الحرب في غزة واعتبرت الدول صاحبة الفيتو أن النص القرار الأمريكي استخدم لغة مواربة تنص على الإقرار بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار دون تحديد لإطار زمني للبدء بتطبيقه خاصة أنه يدعم الجهود الجارية لتأمين وقف إطلاق النار المتعلق بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين دون تأكيد على حماية المدني وهو ما يعطي ضوء أخضر لإسرائيل بمواصلة عملياتها العسكرية داخل القطاع وسط تهديدات بالجياح رفاح الولايات المتحدة كانت استخدمت من جهتها حق النقد ثلاث مرات متتالية بشأن مشاريع قوانين تطالب بوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة كانت اقترحتها كل من روسيا والبرازيل والجزائر منذ بداية حرب الاحتلال على غزة وكانت أسباب الرفض الأمريكي في كل مرة تؤكد انحياز واشنطن لحماية إسرائيل ففي العشرين من فبراير الماضي استخدم الفيتو من قبل الولايات المتحدة ضد مشروع قرار جزائري يطالب بوقف إطلاق نار فوري في غزة وإدخال المساعدات لأسباب إنسانية ويرفض التهجير القصرية للمدنيين الفلسطينيين الولايات المتحدة دعت أن صيغة المشروع المقترح تعطي لجهود المحادثات الدولية الجارية بين حماس وإسرائيل بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار والمحتجزين والذي كان بوساطة أمريكية قطرية مصرية في السادس عشر من ديسمبر عام ثلاثة وعشرين فشل المجلس في إصدار قرار بإرسال بعثة للتحقيق في دعاوة بشأن اتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة بسبب الفيتو الأمريكي الذي كان وراءه حث أمريكي على إدانة حماس مقابل توفير الحماية لإسرائيل من جديد في الثامن من ديسمبر الماضي استخدمت الولايات المتحدة الفيتو لمنع المصادقة على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية في قطاع غزة والذي جاء بعد توجيه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن بتفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية واشنطن قالت حينها اقترحت صيغة نص وتوصيات تم تجاهلها بخصوص ما اعتبرته تعزيزا للعلاقات الدبلوماسية لإيصال المساعدات الإنسانية داخل غزة والتشجيع على إطلاق سراح الرهائن والدعوة إلى هدن إنسانية ووضع اللبن الأساسية لبناء السلام هذا ويشير موقع جلوبال آفارا في تقرير إلى استخدام الولايات المتحدة حق النقد 45 مرة حتى 18 من ديسمبر 2023 ضد القرارات التي تنتقد إسرائيل أكثر من أي عضو آخر في مجلس الأمن ووفقا لتقرير شركة ماربل استخدمت الولايات المتحدة حق النقد 89 قرارا في مجلس الأمن منذ عام 45 ما يعني أن ما يزيد قليلا عن نصف حق النقد قد تم استخدامه على قرارات تنتقد إسرائيل